كان يا مكان سنة 1952 بالتحديد في جامعة منشستر في بريطانيا كان فيه مهندس عبقري اسمه كريستوفر ستراتشي كان شغال على مشروع والمشروع ده هو اول لعبة كومبيوتر في التاريخ معاكو صبري حسني ويلا نبتدي الحكاية ستراتشي قعد يصمم في لعبته دروفتس سنة كاملة على الرغم من ان التكنولوجيا اللي كانت متاحة ليه في الوقت ده ما كانتشي كافية انها تشغل لعبته اساسا وده يبقين لك ادي ايه المهندسين في العصر ده كانت دماغهم سابقة التكنولوجيا الحمد لله زي كده بصف المهم الاحداث في القصة بتاعتنا تبدأ تحلوه ويتعمل كومبيوتر جديد اسمه فرانتي مارك وان في جامعة منشستر فاستراتشي اسمع عنه ويروح يكلم المسؤول في الوقت ده ألا وهو العالم ألن تيورينج واللي معرفش مين هو ألن تيورينج فحب أقولك ان الراجل ده بيلقب بأبو علم الكمبيوتر وهو المسؤول عن فك شفرة الإي نجمة واللي كان بيستخدمها الألمان في الحرب العالمية التانية للتواصل المشفر بين قيادات الجيش النازي تيورينج يقبل الطلب وبالفعل بعد دعوة الاستراتشي علشان ييجي يستخدم الكمبيوتر استراتشي حمل الكود بتاعه على الجهاز وبالفعل تبدأ تشتغل معهم أول لعبة كاملة في التاريخ على جهاز كمبيوتر وده معناه ان ألعاب الكمبيوتر هي اختراع انجليزي لأصل مش ياباني زي مناس كتير متخيلة وبعد كده تفضل ألعاب الكمبيوتر حوالي عشرين سنة عبارة عن تجارب بيعملها علماء ومبرمجين ولكن محدش يعرف عنها حاجة ليه؟ لأنها كانت أكواد مرمية بس في أجهزة المعامل بتاعة الجامعات الكبيرة والأجهزة دي كان صعب جدا للبناء أدم العادي ان يقدر يشتريها للاستعمال الشخصي ونفضل كده لحد ما يظهر لنا اتنين مهندسين نولان باشنل وسامول دابني واللي أسسوا شركة هندسية لصناية الكمبيوتر اسمها السيسي جي واللي بقت معروفة بعد كده باسم كلنا عارفين وألا وهي شركة أتاري شركة أتاري وبمساعدة المهندس ألان كورن قدرت تصنع كابينة كمبيوتر للألعاب بين كوصين كابينة أركيد واللي حطوا عليها لعبة واحدة بس اسمها بونج وسموا الكابينة باسم اللعبة بونج أي نعم كابينة الأركيد دي مش أول واحدة في التاريخ ومش أول تجربة لشركة السيسي جي ولكن بونج كانت أول تجربة ناجحة تجاريا في عالم الألعاب اللعبة دي كانت فكرتها بسيطة جدا عبارة عن توبلاير فيديو جيم اتنين بيلعبوا ضد بعض بمضربين وكرة بتتحرك ما بينهم وفي سكور لكل لعب وعلى الرغم من بساطة اللعبة إلا إنها كانت موجودة تقريبا في كل البراط وصلات الترفيه في الوقت ده لعبة بونج كانت أممتعة بس اللي مش ممتعة خالص إن الجهاز اللي كان بيشغالها كان غالي جدا وأرخص معالج متاح في الوقت ده كان بعيد تمام البعد عن متناول المستهلك العادي ولكن بعد كده يحصل التوسط الجامد في القصة بتاعتنا لما سنة 1975 فريق من المهندسين اللي شغالين في شركة مترولة واللي ما كانش عجيبهم وضع التكنولوجيا في الوقت ده المعالجات غالية جدا ومقتصرة على الجامعات والشركات والمصانع الكبيرة والناس دي كان حلمها إن المعالجات تكون متاحة للناس كلها لأنهم كانوا عارفين إن مفيش تقدم حقيقي هيحصن في العالم إلا لما ده يتحقق الفريق ده انفصل عن شركة مترولة وراح عمل شركته الخاصة اللي سماها مص تكنولوجي وأطلقه المعالج ده مص 6502 أهم تحفة إلكترونية في تاريخ عالم الكمبيوتر وفي الوقت اللي معالجات مترولة كانت منها بيبدأ من 300 دولار نزلت شريحة 6502 بعشرين دولار بس تخيل معايا كده لو في فريق انفصل عن شركة أبل وراح عمل الايفون برو ماكس ونزله في السوق بألف جنيه بس وهو ده بالزبط اللي حصل مع شركة متوريلا طبعا انت متخيل إن المتوريلا هتروح ترفع عليهم قضية وحب أقولك إنه هو ده اللي حصل فعلا شركة متوريلا راح اترفعت عليهم قضية بس الجماعة بتوعنا بقى معلم عملوا شوية تعديلات في تصميم معمارية الشريحة فقدروا يتفدوا بيها حقوق الملكية لموتوريلا يا أولاد العيبة وبكده معالج 6502 بيتكتب له عمر جديد وبيعيش ليكون الشريحة الأساسية في كل أجهزة الكمبيوتر في السبعينيات والثماني 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 المهم يا جماعة اللي هي بعد السبعينيات على طبعا وكان العقل المفكر لجهاز الكمبيوتر أبل وان وأبل تو وجهاز أتاري تو سيكس هندرد وجهاز كومودور سيكستي فور وجهاز الان اي اس أو النينتندو وبالمناسبة دي يا جماعة أنا كنت ذكرت في معمارية السكس فايف او تو شوية وعمل فيها ملخص معايا يعني بتمنى بصراحة أنه يدرس في الجماعات بدل تمانين ستة وتمانين بتاع انتل يعني المهم ما علينا يعني في منافس واحد للسكس فايف او تو يستحق الزك صدر سنة ألف تسعمائة ستة وسبعين ألا وهو معالج الزد لوج زد ايتي واللي تم استخدامه بعد كده في أجهزة مشهورة جدا زي السينكلير والامس اكس او كومبوتر صخر زي ما متعرف عندنا يعني طيب يا جماعة ده كان الجزء الاول من السلسلة ولسه معنا تاريخ طويل واحداث كتير لحد ما نوصل للبلس شام فايف ان شاء الله فلو حابب بالسلسلة دي وحاس انت مستمتع بيها ياريت تعمل لايك وتشار الفيديو وتسيب تعليق تعرفني رأيك ومكتراحاتك ولو انت بتحب الألعاب ومجلسوا فطيروا الهاردويل عموما يعني فاستنى مني فيديوهات كويسة الفترة الجاية ان شاء الله وأخيرا لو عاوز تسمعني تاني ياريت تعمل سبسكرايب كان معاك وصابري حسني سلام فاستنى مني فيديوهات كويسة الفترة الجاية ومجلسوا فاستنى مني فيديوهات كويسة الفترة الجاية ترجمة نانسي قنقر